اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الكندوس متخصص في التغيير من جوه البره من جوه لبره مساء الخير اخواتي المشاهدين برحب بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد وجلسة جديدة مع كلمة الله من برنامج من جوه لبره اللي بصلي من قلب النهاردة انه يكون يوم سبب بركة حياتك يوم سبب تغيير لحياتك يوم كمان تختبر في الفرح الالهي في حباكوك بيقولك كلمات العظيمة دي فاني ابتهك بالرب وافرح بإله خلاصي لان الرب السيد قواتي ويجعل قدمية كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتك ده إلهنا اللي عايز من قلبك بالفرح عايز من قلبك بالسلام عايز من قلبك بالطمأنينة عايز أقولك أنا موجود عايز أقولك أنا في المشهد لانه هو هو أمسا واليوم قول معايا لو حفظ وهو هو أمسا واليوم وإلى العبد لا يتغير أبدا لا يعتري تغيير ولا زل دوران اللي أهنا قدير اللي أهنا عظيم ثق فيه اتحد به اتكل عليه أنه معك وعمره ما أبدا هيغزيلك ولا هيغزيك فرحان قوي النهاردة النهاردة موضوع حلقتنا واللقاءنا مع بعض هو تأثير التلمزة على الكنيسة حوارنا النهاردة متعدد النقاشات والأفكار كمل معانا ولو عايز تشجع كمان أصدقائك رايبكس وكان معاك في البيت ينضموا مني الحلقة بعتلهم اللينك ويكونوا بيتبركوا ويستمتعوا بكلمة الله المفتوحة في الحلقة مبسوط قوي قوي النهاردة وفرحان بوجود الأسيس مودي فليب راعي كنيسة رسولية بجزيرة بدران أهلا بيك حد أسيس أهلا بيك أسيس أهلا وسهلا بارك أنك معنا أنا كمان مستوط أن أكون معاكم موضوع النهاردة كبير شوية يخلص في حلقات بس نحاول نختصره واتفقنا بعض عن علموان حلقة تأثير الكنيسة أو تأثير التلمزة أسف على الكنيسة ففي أوقات أسيس التعريفات بتوضح لنا الموضوع فكلمة تأثير كلمة تلمزة كلمة كنيسة أنت بادي بدري وبادي سخني يعني على طول تعريفات أنا شايف طبعا أنه حاسم ربنا عايز ينقل الكنيسة للمنطقة دي وعايز أرجع أحط نقطة بس وإحنا متكلم عن التلمزة أنه لا بديل عن التلمزة للكنيسة المحلية بالتلمزة هو الأسلوب اللي المسيح اختاره واتبعه عشان يصنع تأثير وتغيير في حياة الأفراد فلا بديل أخرى عن صنع تغيير وتأثير في حياة الأفراد غير التلمزة الطريقة اللي المسيح عملها عشان يستخدم بيها التلميذ عشان يصنع تغيير في حياتهم ياخدهم الناس بسطة على فطرتهم بمشاكلهم القاروية بمشاكلهم البيئية بالعادات اللي ترابوا عليها عشان يحولهم لناس تفتن المسكونة وتصنع معجزات وتصنع تغيير في العالم وتصنع تأثير فازاي حاول الناس الصيادين البسطة الجليليين اللي تعلمهم على قده الى ناس تبهر المسكونة بفلسفات وعلم يمكن مش كلهم خرجين يعني كليات لهوت ومش كلهم خرجين جامعات زي بولس مثلا لكن لكن في ناس بسطة صيادين أبهروا المسكونة فتنوا المسكونة بمعجزات وآيات ففي حاجات كتيرة قوي يعني يستخدموا عن طريق السكة دي أنا بقول أنه مفيش سكة أخرى هو طريق واحد أنا عجبني بعض الحاجات حاجة قلتها طريقة سلوب لبديل سكة أعتقد الخمس ست الفوز دول اللي بيقولون الموضوع أنه هو طريقة وسلوب وسكة ورحلة للتلمزة أوقات أنا بتخيل أنه التلمزة بتبقى منهج التلمزة بتبقى درس كتاب لكن حضرتك في التعريف اللي بتقولون عن التلمزة أن هي أسلوب وسكة وطريقة ورحلة ولا بديلية وليست منهج وليست منهج وليست درس كتاب نعم وليست مجموعة مناخشة ولا أي حاجة من الحاجات دي هي قائمة على رعاية الأفراد وتشكيل حياتهم وتغييرها أوك مش وعز فطبعا إحنا عندنا خلط بين مجموعات التلمزة أو التلمزة وما بين إنه الوعز ما بين التعليم ده كمان مرات بيتعامل في مجموعات عشان يبقى فيه مجموعات منقشة للفهم والمعرفة لكن التلمزة شكل تاني مختلف من المجموعات أو من اللقاءات أو من الجلسات وطريقة التلمزة مختلفة تماما هي مش لطلقين المعلومات هي للمحاكاة للاحتكاك للتغيير للدخول بعمق في حياة الأفراد وده بيصنع تأثير ده بيصنع تحول جزري مش تأثير حتى يعني قليل ده بيحصل تحول يس حقيقي والتحول ده بيظهر على الفرد ولا بيظهر على الكنيسة هي مين الكنيسة أنا الكنيسة هي مجموعة الأفراد اللي قرروا إنهم يكملوا مع بعض الوقت والمرحلة والزمن والطريقة دي فالكنيسة هي مش الحطان اللي احنا متكلم عليها لا الكنيسة هي مجموعة الأفراد المكملين وده حتى تعريف الكنيسة لما بيعرف الكنيسة أو إكليسيا لما بيقول كده هي مجموعة الأفراد المتحدين معا للخروج فهم مجموعة مدعوين بالمناسبة كمان إنهم يخرجوا للعالم يعني مش بس يتقابلوا كل يوم جمعة وحد وكل يوم اجتماع صلاة أو أمسية أو في اجتماع الشباب أو في مدارس أحد حتى لا الكنيسة مدعوة للخروج للعالم أنا دايما فرق معي الفكرة دي ربنا بيشغلني بيها إن أصغر كنيسة حتى لو عددها خمس أفراد هي مدعوة لتفتن المسكونة تخرج للعالم كله أصغر كنيسة اللي تعدادها خمس أفراد هدفها إنها تخرج طبعا والخروج ده كرازة بش كده الخروج اللي هو ما تعلموه سواء حتى لتلمزة يغضموا بالآخرين كل حاجة الكنيسة مدعوة للخروج للعالم عشان تنقل ليهم النور تنقلهم من الضلمة للنور تنقلهم من التحديات الموجودة في العالم إلى الأفكار السماوية إلى الاتجاهات السماوية من شكل الحياة اللي الناس عايشها إلى مجتمع تاني سماوي مختلف فيه خلافات لكن برغم الخلافات دي هم عارفين يتعايشوا مع بعض ويقبلوا بعض ده شكل مجتمع الكنيسة الصحي اللي احنا طول الوقت بندور عليه فالكنيسة هي أنا أنا وابني وزوجتي واخواتي وأبويا وأمي اللي وجدوني في الكنيسة رابوني في الكنيسة عيلتي قريبي أصدقائي الجسل هي دي الكنيسة الكنيسة مش الحيطان الكنيسة مش الأسيس الكنيسة هي الجمهور المتحد معا الشعب أنا مبسوط يا أساس إحنا بنحكي من وقع مختبر مش من وقع نظري لك إحنا مختبرين في حياتنا وفي الكنيسة الموجودين فيها أنه فيه تأثير حقيقي جوه الكنيسة أو فيه تغيير حقيقي جوه الأفراد فده صنع تغيير في المجتمع اللي احنا موجودين فيه لك لو حد بيشوفنا من المشاهدين وبيقولوا أنا جوه مجتمع أو جوه جسد أو جوه عضو يعني أنا عضو جوه كنيسة ومش شايف التأثير اللي حاجة تقولوا ده إزاي أشوفه أميزه إزاي التأثير على مستوى شخصي أصلا نعم مش بتغير أنا مش بتغير لأنه ببساطة أنا مش للآخر مسلم للتغيير واحدة من ضمن الحاجات اللي كانت حصلة لو إحنا خدنا التلاميذ كمثل ده أعظم مثال إنه كان عندهم أعظم معلم وبيعلم منهج التلمزة المظبوط منهجية التلمزة المظبوطة يعني مش عدد من البرامج المطروحة لا هو المعلم هو النموذج كمعلم هو اللي عنده الكاتالوج بتاع التلمزة ومع زيليك على مدار 3 سنين وشوية التلاميذ موجودين معاه إحنا مش قادرين نشوف تأثيرات كبيرة يعني نفس المشاكل اللي بوتروس كان بيعدي بيها في بداية الحياة هو هو اللي كان بيعدي بيها قرب الجلجوسة والصليب نفس المشاكل اللي بيعدي بيها إنه راجل صياد عشوائي عايش بفطرته واخد الدنيا بسدره وداخل يعني بقوته كده هو هو اللي كان عند الجلجوسة في جثة هيماني بالليل لما استلى سيفه وقطع أذن ملخص هو هو نفس الراجل الراجل اللي بتعامل بالدراعة هو نفس الراجل اللي ملقاش المسيح قال لهم أذهب لأتصيد فبتهيالي نبوتروس كان بيسمع بس لكن ما خدش القرار غير لما قرر إنه يعيش ده كان في نقطة تحول طبعا ومش غالبا وجود أو وقت وجود المسيح على الأرض يعني بتهيالي نقطة التحول اللي حصلت في محنة لما المسيح راح اتحداه قال له أنت بتحبني يبقى لازم تتغير تحبني لازم تخرج بره ذاتك بتحبني لازم تسيب الفطرة القديمة اللي بتدور عليها بتحبني ما تفكرش أنك تبقى الأول ولا الآخر ولكن رب يعني المسيح تحدى عقل بطرس مش إيمان بطرس بطرس اختبر في إيمانه كتير تفرج على الإيمان كتير لكن احنا بنؤمن بحاجات كتير اللي حكين حياتنا الشخصية مش بتتغير تبعنا مش بتتغير بسهولة وده اللي عمله المسيح لما تحدى إيمان بطرس انت بتحبني اعمل كذا ملهاش بديل بتحبني اعملها بالطريقة دي بنوع الخدمة المضحية البازلة فبطرس مش عايزة أسمعك مرة تانية بتقول بتحبني لأنه ودي غالبا التحدي اللي احنا الناس كتيرة بتتكلم انت بتحبني أه أكيد بحبك بتحبني برفع إيدي ومبسوط وبسبح وبحضر اجتماعات أو ما بحضرش اجتماعات الناس في الشارع تقول له انت بتحب ربنا يقول لك أبحب ربنا طبعا أربعا يعني طبعا بغض نظر الناس معترضة أو موافقة على اللي بيحصل في حياتهم وحسين ربنا سبب لكل مشاكل بس اسأل كل الناس من كل العامة من كل الفئات والطبقات الدنيوية والثقافية تسأل حد بتحبني أهو بحب ربنا بس ربنا تحدى إيمانه بقى أنا عايز حاجات خاصة جدا جدا في حياتك فده أكيده عمل تغيير في مناطق لم يدخل إليها أحد من قبل صح وأعتقد هو ده التغيير الجزري أو التحول أنه أسمح للرب أو يكون مسلم ليه لكل دوائر حياتي يدخل وينور ويغير ويلمس كل الأركان مش جزء بسيط أو حتى دوائر قليلة لا أنا عايز أفتح نفسي عليه وأقول له تعالى غير كل حاجة صح كده يا بناء؟ مزبوط طيب لو أنا يعني زي ما اتفقنا مع بعض في داية الحلقة أنه أنا كائن حي والكائن حي الطبيعي أنه هو يكون بينمو وإحنا عضاء جوا جسد فالطبيعي أنه الجسد ده تكون بينمو مع تغيير أفراد إيه الحاجات اللي أنا أعملها في حياتي أو بيئة حياتي علشان بيئة تكون جهزة لنمو جهزة للتغيير واحدة أنا نفسي أروح أنه أتحمل مسؤولية نفسي يعني لو بيئتي تبقى جهزة للتغيير فأنا دايماً بكلم نفسي بقول أن أنا المسؤول الأول عن حياتي مش الظروف مش التحديات مش الكنيسة مش المشاكل مش الكنيسة مش أي حد أنا المسؤول الأول عن حياتي أنا قبل ما بقى أسيس كنت فرد فاللي صنع تغيير هو أني خدت قرار أني أتغير فيعني فاكر أني فكرت فوقت من الأوقات كده أن أنا أكسر كل الشمعات اللي ينفع عليها أي مشاكل اتنين زي ما أنا المسؤول الأول عن حياتي أنا كمان اللي بقراضتي يحصل في حياتي تغيير أو لأ وأنا اللي باخضع ذاتي وبختار أعمل أو معملش يعني أحب حياتي تروح للمنطقة دي أو لأ فأنا اللي بجهز أردي شخصياً إزاي بقرارات صعبة كنت أسألك إزاي يعني إزاي بقرارات صعبة بقرارات إرادية وعية أني هتوجع بس موافق على التشكيل يعني عادة التغيير موجع صعب وممتع ناتجته ممتعة جداً يعني لا يمكن بوليس كان يتصور أنه في نهاية الرحلة يقول والآن وضع عليه إكليل البر يعني ولا إكليل الحياة ولا كل الكلام ده كانش يتخيل ما كانش يحلم أنه يطلع السماء بوليس يعني بس من خلال رحلة التأثير إحنا نقدر نشوف بعدين وده اللي خلى الكتاب بين إيدينا النهار ده عندنا كان ذهائل يعني من فكرة الكلمة والحياة واختبارات الناس وإحنا بنتفرج على حياة بوليس كتلميز للمسيح من وقت ما كان شاول الترسوسي عمر ما كانت أحلامه أنه يطلع السماء عمر ما كان هيقدر يقول ملم ترى عين ملم يخطم ده ما حصلش معي ده ما حصلش غير مع الناس التقال قوي زي موسى زي إليا يعني الناس اللي حصل لهم إظهرات تقيلة قوي وبعدين هم كانوا خارجين من ربعمائة سنة يعني صعبين جدا صمت فما فيش الكلام ده فالراجل أقصى طموحه إيه هو يبقى في رجز كويس لكن بعد كده تحول إلى رسول الأمم يعني وإحنا بنحكي عن التأثير وأنا يعني مبسوط من الربط ما بين التأثير والتغيير لأن عادة إحنا بنفكر أن التأثير بيبقى حاجة واو حاجة مبهرة حاجة عدد كبير لما يقولك المكان ده مؤثر أو شخص ده مؤثر يعني عمل حاجات كتيرة تلعف حاجات أعلى يعني دايما العلوة ده بتاعنا جداد تأثير لكن أنا مبهور الحقيقة بالتأثير حطتلي جنبه يساوي التغيير طبعا علشان أشوف تأثير أنا محتاجة أتغير ولو الكنيسة محتاجة تشوف تأثير محتاجة تتغير صح كده ولا أنا التغيير بيأنتج عنه التأثير التغيير بينتج عنه تأثير وعايز أقول إنه ما فيش تغيير بدون ألم يعني ما فيش تغيير بدون دفع ثمن احنا مش عايزين ندفع الثمن بس بندفع ثمن حاجات تانية في العالم بس ما عندناش استعداد ندفع ثمن لربنا احنا مش بندفع ثمن طبعا بس هو نتيجة ان انا بترك العالم يعني اكني بصارع ضد نفسي ضد العالم ضد شهواتي ضد رغباتي ضد ميولي الشخصية وانساني العتيق فانا بصارع ضد القصة دي ده فيه دفع ثمن ده فيه قلم الترك انا بالنسبة لي الاريح اعمله ان انا اقول الكلام ده واتصرف التصرفات دي واقول الالفاظ دي واتصرف على سجيتي وعلى فطرتي وعلى طبيعتي واطلق العنان لانساني الداخلي ان يعبر عن ذاته وعن مكنونات قلب فانا سايب نفسي كده برحتي لا فيه دفع ثمن فيه تدريب تكلفة طبعا انا برضو يا سيس احنا في الاول اتفقنا اتفق سوا يعني قبل الحلقة ان احنا عايزين نقول كلام كتير عملي واحنا بننهي السنة عايزين نقول كلام كتير عملي معاش مش كلام نظري وده اللي احنا بدأنا بحوارنا مع بعض كلام عملي وعشان كده عايزة اقول لاخواتي المشاهدين لو عندك سؤال او استفسار او او طلب اتصالة او التحدي ابعتلينا وشاركنا وهتلاقينا بنتفعل معاك وبنصال لاجلك وبنسمعك لكن ده ياسيس يعني قدني في جزء اهم جدا من حوارنا مع بعض هل فيه في الكتابة المقدس مجتمع او افراد عاشوا الحياة اللي فيها كانوا مؤثرين وفعالين وعزوا بصامات حقيقة في مجتمعنا موجودين فيه طبعا طبعا فيه ناس كتير ما كانش هدفهم انه هو يعني بص انا بهرت المسكونة لا يعني كان هدفهم بص انا تممت مشيئة ربنا الحياتي يعني مش هقول ان انا اطلعت الترند يعني بص ده ده هو بقى اللي بشر نص اوروبا واسيا هو ما كانش بيهدف الى هذه الفكرة قلص هو هدفه انه يكون بسيط مطيعا للتأثير اللي ربنا عايز يعمله به ومن خلاله للأمم انا عايز اعمل كده انا عايز ادفع انا احنا النهاردة بنتكلم عن بوليس الرجل اللي صنع تأثير ده كتلميس للمسيح بالنسبة لي شخصية مبهرة نعم وهو بيتكلم بوليس ما كانش هدفه هو نازل السجن في فيليبي انه الكاميرات تيجي عليه وبص يا جماعة اللي لادي بوليس هيقضي الليلة في السجن فشاهدوا معنا ايه اللي هيحصل جوه السجن الداخلي بصوا على القيود اللي هتتفك قيود الجميع طب بصوا الطريقة عشان تفكوا ولا اي حاجة خالص هو هدفه انه يصنع مشيئة الله في حياته وده الهدف الاسمة ساعتها بقى الحياة بتتغير يعني عندي هدف بسيط جدا بيصنع تأثير مزهل ايه هو اتم مشيئة ربنا لحياة الشخصية كمؤمن بعيدا حتى عن الكنيسة يعني التغيير اللي بيحصل في حياتي هو مبني على اختياراتي الشخصية لدفع التمن لاطاعة الكلمة لطالبي لتتميم مشيئة الرب الحياتي ففي شوية حاجات كده لازم ابقى فاهمهم اظن ان انا بعيد صياغة فكري كواحد عايز يعمل فرق في الحياة وكمان يتغير احنا حطينا بوليس هل في اشخاص او مقاطع اساسية نقدر نعتمد عليها ونتاكل عليها كاساس لتأثيرنا وفعليتنا وترك بصمات في المجتمع احنا في نتيجة التلمزة بتاقي لي الفكرة ان احنا نروح للمقاطع احنا احنا نتعرف على شخصيات صنع التأثير قدام عينينا بطريقة عملية اكتر فقدرين نشوف بطرس عملية قدرين نشوف يعقوب عملية قدرين نشوف يحنا عملية قدرين نشوف الناس دي قد ايه كانوا مبهرين قدرين نشوف فيبي وقادرين نشوف ليديا يعني قادرين نشوف شخصيات في العهد الجديد حتى ما شافوش المسيح يعني فيبي دي ما شافتش المسيح لكن كانت مؤثرة جدا كانت شماسة يعني كانت مسؤولة عن كنيسة ليديا بقعة يعني ست في العالم بالمناسبة هي مش تلميذة مش مكرسة ما بيقولش عنها الكتاب ان هي تكرست لخدمة الرب لا هي الست كانت بتشتغل في العالم هي بقعة في العالم بتنزل الأسواق بس قابلة المسيح كانت مؤثرة جدا وده اللي المؤمنين مدعوين ان هم يعملوا ان هم اينما يكونوا موجودين يصنعوا تأثير وده اللي كنت عايزة لهولك هو التأثير مش في الكنيسة بس لان عادتها بنفكر ان انا اكون مؤثر جوا الكنيسة وان كان ده حلو جميل بس مش ده بس ما هو ده برضو اعادة صياغة لينا وحنا بنراجع اخر السنة لكن لو احنا دخلين السنة الجديدة عندنا شوية مفاهيم جديدة عن الايمان عن الكنيسة عن التلمزة انا مؤمن تلميذ عضو في كنيسة فكل الحاجات دي لها تعريفات داخلية انا بشكر ربنا لاجل طفرة التعليم طبعا اللي موجودة النهاردة احنا بنتكلم واللي حاصل بس النهاردة اكنه لما افهم يعني ايه كنيسة انا فهمت ان هي مش الحطان ومش البرامج ومش اي حاجة الكنيسة هي مجموعة الجسد الموجود معا للخروج فبوليس نفسه كان بيشتغل في الاسواق يعني واحد اتكلم على بوليس رسول الامم ده الراجل ده كان بيشتغل كان صانع خيام بينزل الاسواق بيشتغل كان بيحتك بالناس في العالم كان بيسافر وبيروح وبيرجع وكان عنده رحلات وكان عنده ناس بيربيهم وكان عنده علاقات وعلاقات بتجار وعلاقات بناس قديسين مؤمنين بيخدموا في كل مكان يعني زي القصة بتاعت فليمونو انسيموس يعني قصص كتيرة فانا قصدي انه لا فيه احتكاك طبعا المؤمنين يجب ان يكونوا نور للامم نور للعالم وفيه حاجة كتيرا بتحط السياغة جوانا ممكن يبقى العادات التقاليد ممكن يبقى القديم ممكن يبقى الاعتياد بيصيغ لكن النهاردة هم نحط اساس للسياغة العامنا الجديد عام 2024 من كلمة الله لانه انا اما يعني متشجع جدا من عادة سياغة حياتنا كلمة دي كلمة هامة جدا نترحها ونقولها ونفكر فيها ونكتبها انه نسيق حياتنا بطريقة كتابية بطريقة مبنية مش على بعرف عمل لكن دي بطريقة انه انا هو عايز ايه الهدف ما شئته مهمة اوي اوي دي دايما نحط عناي على على النموذج الاسمة ما ليش علاقة باللي حولها بيعملوا ايه يعني انا بقيس على النموذج ودي واحدة من ضمن الحاجات اللي بتلغبطنا في سكة التلمزة والتغيير وصنع التأثير والحاجات اللي زي دي مثلا من الناس اللي بيفرقوا معايا جدا ساموئيل في الهيكل والمجتمع اللي كان موجود حواليه وعن خطايا الغلمان اللي كانت موجودة والبيئة الصعبة اللي موجودة فيها اللي موجود فيها وفكرة انه امه مش معايا وابوه مش معايا هو مطروك لبيئة صعبة جدا 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 الواقع المحيط حواليه مفروض انه كان يبقى كويس بس ما كانش كويس لكن انا بالنسبة لي بقى انه ساموئيل لم يتلوث بالواقع المحيط به دي فرق معايا جدا يعني تحديات صحابه الغلمان اللي زيه بيخدمه زيه الخطايا اللي كان بيشوفها قدام عينيه لم يؤثر فيه انا مستغرب عليه بس الكلمة التانية المؤثرة جدا بيقول كده انه ساموئيل كان يغدم امام الرب هو النموذج مين الرب الرب انا عيني مرفوع على مين هو بيتيقلي مبصش على اللي حواليه بيعملوا ايه هو عنده نموذج واحد ما قارنش نفسه بالناس اللي حواليه ودي عزمتنا ولم يبرر اي حاجة يعني يعني دايما الناس اللي احنا بنشوفهم بقوا نموذج النهاردة هو لم يبرر اي شيء يعني لم يبرر اي شيء يعني حتى يوسف لم يبرر اي شيء لصنعة خطية ولا ظروف ولا ترك ولا هجر ولا خيانة اخوة ولا بيع ولا عبودية ولا اي حاجة ما عنديش اي حاجة فاكن بقى خلينا اقول انه التلمزة دي مخترعاش المسيح المدرسة دي عايز اقول سكة بدت في حياة الناس اللي عرفوا الرب انه هيعيش هذا النوع من الحياة فحتى بعد كده لما بيجي يشجعنا وانا هقول التعبير ده في قفاسوس 24 بيقول كده ان تخلعوا من جهة التصرف السابق الانسان العطيق الفاسد بحسب شهوات الغرور واحدة من افضل التعبيرات اللي قاريتها لأحد الكتاب وهو بيتكلم عن التلمزة هي بتقوم بتفكيك الانسان العطيق واكن الانسان العطيق هو قنبلة موقوتة والتلمزة بتفككه فلا يعود له تأثير مرة اخرى غير قابل للانفجار في اي وقت ده تأثير التلمزة في حياة المؤمنين انه ما يفعش يستدعي الانسان العطيق بشهواته وبرغباته ويعملها تاني بتهيأ لي لما بوتروس خد القرار ده لم يستل سيفه مرة اخرى ولم يستخدمه مرة اخرى وكأنه العملية اللي فيها لبس وتجديد وخالق القديم او خالق العطيق ده بيبقى جزء منه كبير انه انا بتغير فالحاجات دي كلها بتنتزع وبتتفك مني وبالبس الجديد واتجدد وده بينقلني للحياة اللي فيها تأثير صح كده مظبوط يمكن انا بفكر وحدك بتتكلم من المستفيد انا المستفيد ولا الكنيسة المحلية المستفيدة من عملية التأثير والتلمزة لبعض الوقت لما الناس نسمع فكرة انه يلا جماعة تلمزة يلا جماعة تلمزة تحس انه الكنيسة المستفيد ايه يعني دايما بنحس كده ان الكنيسة عندها برامج تلمزة وعندنا مجموعات تلمزة انا بقول بقى انه المستفيد الاول من ده هو انا نعم انا المستفيد الاول انه ابطل مفعول هذا الانسان العطيق الذي يقود حياتي ويسقني الى الاماكن المظلمة انا المستفيد الاول انه لا يتسلط علي شيء انا المستفيد الاول اني اتخلص من مرارة الماضي انا المستفيد الاول اني اتخلص من السموم اللي انا شربتها من المجتمع أنا المستفيد الأول أني أخرج من تأثيرات الأسرة والعائلة والمجتمع والبيئة أنا المستفيد الأول أن نتحرر أنه الناس بتعمل كده وأنا عملت كده زي الناس أنا المستفيد أنه بقى حر يا لما حد يحكم عليه بالحرية هو المستفيد الأول لما حد يحكم عليه بالتغيير هو المستفيد الأول لكنه واحد كان حرامي وبطل يسرق هو المستفيد الأول لكنه واحد كان مشتهي وبطل يشتهي هو المستفيد الأول لكنه واحد كان صرته في الدعارة والنجاسة ولا بقى مشهود له خلاص يعني هو المستفيد الأول المستفيد الأول أنه صرته تتغير زي ما نتكلم على السامرية هي المستفيد الأول فاحنا برضو مش عايزين نروح لفكرة أن الكنيسة عاملة كذا أنا المستفيد الأول من التغيير اللي بيحصل في حياتي هو بس كلمة الاستفادة لما سألت حضرتك يمكن حد بيسمعنا بيحسها وإحنا في حاجة اسمها أنا مستفيد واستفد بس إحنا كبشر دائما بنقول إلا يعود عليها إلا إلا استفادة كلنا بدي حسبها مكسب وخصول فأنا بحط نفسي مكان المشاهد والمستمع يعني أنا هيعود عليها بإيه لما حياة الحياة دي فحليك متأكد علي أنه أنا اللي هتغير أنا اللي هكون في صورة أفضل أنا اللي في بعض الشهوات والغرور والاعتياد بوقفه بفكه بمنعه وبحي أحياة فيها التشبه بالمسيح فليعود علي أن يكون بحي أحياة سماوية فيها بقول أنا شبهك صورتك بعكس المجدك فأنا المستفيد ثم الكنيسة المجتمع المجتمع اللي أنا موجود فيه الكنيسة دي أبوي وأمي وزوجتي وأولادي هم مستفدين أن أنا أكون إنسان مريح لهم هم مستفدين أن يشوفوا طبيعة جديدة مختلفة هم مستفدين أن نبقى مكان راحة وأمان بالنسبة له هم مستفدين نحن استفدين نهاردة عندنا التدريب الروحي أنا أعرضه مع بعض المشاهدين بعد دقائق سوائرة وإحنا بنحكي عن الخدمة والخدمة كأساس وركيزة أساسية في حياة التأثير أنه أنا كتلميز وتابع للمسيح أن أكون لها دور وبخدم خدمة خفية ونهاردة تدريب بتاعنا هي الخدمة الخفية مش الخدمة العلنية اللي محتاج الناس تسقفلي فيها أو أنا المديح لأنا بخدم خدمة متضعة خفية مش بينة وفيها أنا بقول أنا عايز أكون مؤسر وفاعل وسبب تغيير وتأثير حيوسط المكتبع عن أنا فيه تتفق معايا أنه الخدمة نتيجة لسكة التلمسة طبعا النتيجة الطبيعية للتلميز أنه يخدم والاتنين ماشي مع بعض أنا تلميز وبخدم طبعا لأنه فيه مدارس اللي أنا التلمز وبعدين أنزل خدمة كانها مرحلة لا المسيح كان طول الوقت سايب التلميز في الشارع مديهم سلطان أنه هم يخرجوا أرواح شريرة يصنع معجزات ولما كانوا يتعثروا كانوا يرجعوا كانوا يعودوا معايا الصبح وبيسمعوا تعليمه لكن في نفس الوقت كانوا يرسلهم وده اللي بيقولوا حتى في مرقس 3-14 أقام 12 اللي يكونوا معه واللي يرسلهم ليكرزوا فالاتنين كانوا موجودين مع بعض طول الوقت يعني الاتنين كانوا شغالين واحد اللي يكونوا معه واللي يكونوا معه دي برضو جزء من سكة التغيير ممكن نتكلم عليها بعد التدريب لكن اللي يرسلهم والاتنين مكملين مع بعض أنا مش هجهز الجهزية الكاملة طول الوقت لو أنا مستني أن أنا بقى عرفت كل المعرفة وعملت كل القصة دي أنا مش هيحصل لأن بورس لآخر عمره قال لا أعرفه لكن على الأقل أنا عندي شوية مبادئ اتعلمتها عندي استعدادة استثمر فيها ما أقدرش أحب ربنا من غير ما أخدم ولاده ما أقدرش أحب ربنا وأبقى تلميس حقيقي من غير ما أشعر بقلبه تجاه الآخرين ودي العلامة اللي أنا قلت عليها في يوحنة 21 أنت بتحبني فما تخلكش لنفسك بتحبني أنت تبقى بتاع الآخرين وده الخناءة بقى يا جماعة دي أول سكة التلمزة القوية جدا أنك تؤشتع نفسك صح المحبة وإني أشعر بقلب الله وأستاذينك أسيس نتفرج على التدريب مع بعض ونرجع تاني نكمل حوارنا الجميل ونحك فيه عن تأثير التلمزة جوة كنائسة محلية وجوة كمان قلبي أنا كفرض جوة الجسد إخوتي مشاهدين هنتفرج على تدريب صوار جدا تدريب الخدمة الخفية ونرجع تاني نكمل حوارنا ولقاءنا مع بعض متى ستة عدد تلاتة وستة وسبعتاشر بيحكي معانا الرب يسوع عن الصدقة والصلاة والصوم كان بيعلم الناس المفروض تمارسوا الحاجات دي إزاي إزاي تقدروا تعيشوها كل يوم وكان دائما بيختم في التلات حاجات دول تحديدا يقول كده أبوك الذي يرف الخفاء يجازيك على ناتك تدريب النهاردة هو تدريب الخدمة السرية الخدمة اللي فيها علاقة سرية مع الله أنا العلاقة دي بتنعكس على تصرفاتي وسلوكياتي من غير معامل بروباجاندا النفسي من غير معه دحكي وتكلم وقول أنا عملت أو أنا رحت أو أنا جيت الصدق أو الصلاة والصوم التلاتة دول الرب يسوع قال عنهم إنه أبوك هيشوف الخفاء ويجازيك على ناتك وصد عالم بقى بيضغط علينا بالعكس بيضغط إنك تصور الحاجة الحلوة اللي انت بتعملها لو انت هتساعد شخص غلبان هتتصور سلفي معاه وانت بتساعده وصد عالم بيقولك اعرض واعلن أعمالك اللي انت بتعملها يجي التدريب دوت عشان يقف كحاقة صد مبني على أساس كلمة الله اللي بتقولك أبوك شايف اللي بتعمله في الخفاء مش محتاج تعرف الناس مش محتاج تروح تغني عن أعمالك مش كمان مش محتاج تشارك مشاركات روحية في وسط المشاركات روحية أوقات كرة جدا من حب نتكلم عن أمجادنا أو أعمالنا أو الأمور اللي عملناها وده أوقات بيكون كويس بس أوقات نحتاج نمتنع عن ده لأنه يكون المجد لله بس في لوقة إصحاح عشرة بيحكي كتاب المؤدس عن مثل مهم جدا اسمه مثل أو قصة الساميري الصالح مثل الساميري الصالح النهاردة عايزك تقراب شكل مختلف الساميري الصالح عمل أعمال خير ورحمة تجاه الشخص اللي كان متروك اللي كان بين الحياة والموت من غير ما يكون فيه جمهور يسقف له من غير ما يكون فيه حد يتابع ولا يصوره ويقول له برافو عليك أنت عملت حك كويسة جدا الساميري قرر أن يقوم بدور هو الخدمة السرية هيخدم الشخص هيهتم بيه هيضمت جراحاته هيوصله المكان كويس جدا وهيطلب من المكان اللي راح فيه ده أنه يعتني بالشخص اللي وصله ليهم من غير ما يكون فيه جمهور هل أنت متعود تقدم بمقابل ولا أنت عندك ساعدنا تعمل خدمة وتقدم أعمال بر وأعمال رحمة أعمال تمجد ربنا في حياة الناس بدون مقابل هقول لك على ثلاث حاجات تعملهم النهاردة واحد اتسلح بالنية كل يوم الصبح لما تقعد قدام ربنا أو أي أن كان الوقت لها تقعد فيه قدام ربنا بمجرد ما تفتح عينيك قول له يا رب أنا النهاردة عايز أمجدك من غير ما حد ما يسقف لي من غير ما حد ما يعرف وبدون مقابل اتنين دور على ناس تقدر تساعدهم في الحقيقة هتلاقي في يومك العادي ناس كتيرا جدا محتاجة مساعدة ناس كتيرا جدا محتاجة حد يسأل عليها ناس كتيرا جدا محتاجة اللي يشجعها ناس كتيرا جدا محتاجة اهتمام وحب المسيح يتقدم لهم قدم دوت أول ما تلاقي فرصة قدامك متاحة بلاش تمنع أنك تعمل الحاجة دي الحاجة الثالثة امتحل نفسك لو أنت قدمت محبة لغيرك لو أنت قدمت أعمال كويسة لغيرك لو أنت عملت خدمة لغيرك هل بتستنى مقابل لو لقيت جواك نوع من أنواع الغضب والتمرد والمرارة أن لقدامك مقدم لكش مقابل توب عن الأمر دا وتقول يا رب علمني أعمل زيك بتشرق شمسك على الأشرار والأبرار بدون مقابل من غير ما تكون مستني حاجة شجعت جدا على تدريب الخدمة السرية تدريب دا هيعلمك إزاي أنك أنت تقل ومجد ربنا يزيد إزاي أنك أنت تختفي فمقابل أن يسوع يظهر بشكل أوضح يظهر بنور أكبر في حياتك من جوة لبره ورجعنا ليكوا تاني إخواتنا المشاهدين بعد ما تفرجنا واستمتعنا بتدريب الخدمة الخافية اللي فيها أنا بقدم وبحب وبشعر بقلب الله وأنه أعرف ما شئته وأنه أخدمه ومش منتظر مديح ولا منتظر بقابل لأنه أخدمه بقلبه متسع أخدمه في أولاده وأنا كمان عندي صبر أنه النبتة والصمر دا يكون بيطلع وبشعر كمان دكتور أمير على تسجيل لنا التدريب الرؤية دا وخلال الأسبوع الجاي هتلاقيه موجود على الجروب أدخل عليه جروب من جواب البره هتلاقيه من جواب البره هتلاقيه من جواب التعليقات هتلاقيه من جواب داوة وانضم على الجروب وكيبدأ تابع معنا ومارس تدريبات الروحية وانضبطات الروحية ورجعنا تاني أسيس مع بعض في حوارنا الجميع وحكي عن تأثير حياة التلمزة جوال كنسة وكلمنا أن هذه طريقة أنه ده نظام يومي أنه ده سكة حياة وحكينا عن شخصيات عايشوا حياة دي زي بوتروس وزي فيبي وزي ليديا وزي يوحنة وشخصيات كتلك جدا وقفنا عندها وقبل الفاصل للتدريب وقفنا عن آية أساسية قالها المسيح للتلاميذ اللي يكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا يكونوا معه كيف يكونوا معه دي أكن الرب عايز يقول لهم اتفرجوا علي وأنا بقدم هذا النموذج يعني هو بيقول كده عن ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به ويتفرجوا على يسوع إزاي بيعدي بالأوقات الصعبة والأوقات السهلة فهو كان بيقدم لهم نموذج يكونوا معه دي عشان يقدر يقدم لهم نموذج معاش مش وعز يفرجهم على هذا النموذج لما بيتضغط من العالم لما بيحصل عليه مؤامرات بيعمل إيه لما بيعدي بتحديات بيعمل إيه لما بيعنده احتياجات بيعمل إيه لما بيقفهم أنه داخل على وقت صعب بيعمل إيه يتعامل إزاي مع كل الناس يسلم للموروث اللي موجود في العالم بيقولهم يا جماعة اتفرجوا علي ليكونوا معه عشان يقدم ليهم نموذج معاش مش وعز وديه أكتر حاجة فرقة معي بقى اتفرجوا علي أنا بعملها إزاي وأنا أعملها إزاي بقى ليكونوا معه دي أنا عندي كلمته بتفرج عليه أنا عندي كلمته طول الوقت بتفرج عليه طول الوقت بتفرج عليه اتعامل إزاي مع الناس اللي بيكرهوه اتعامل إزاي مع الناس اللي بيحبوه اتعامل إزاي مع الأولويات يعني احنا عندنا لغبطة اولويات برضو لما قالوا له امك واخواتك يطلبونك ابتها يقلي الانتماء العائلي غالي اوي 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 بس هو قال لهم امي واخواتي الذين يسمعون كلمة الله وكنا قال لهم عندي ناس في حياتي لهم الاولوية مين هم اللي عايزين مشيئة الله اللي عايزين يسمعوا كلمة ربنا فابتدى مرة تانية واحنا هنروح للكلمة دي في الاخر ابتدى يحط لهم فكر جديد مختلف تماما عليهم المشكلة بتيقلي عندنا ان احنا عندنا شوات معارفة عايزين نمشيهم مع التلماذة يعني عايزين نمشي الانسان العتق مع الانسان الجديد الاتنين في نفس الخط فالمورسات اللي انا ورستها من المجتمع ومن البيئة ومن الثقافة واللي تربيت عليه والمسيحية المعروفة والمسيحية الشعبية وكل القصص دي جنبا الى جنب بقى مع الحياة المسيحية ده المسيح بقى ما عملوش وده اللي احنا محتاجين نعمله في حياتنا ويمكن نتفاجئ ونتصدم منه يعني في متة خمسة بيقولهم قد سمعتهم انه قيل على فكرة هو بيقولهم كمان كلام نموسي ده بيقولهم في الكتاب في الطورة بيقول سمعتهم انه قيل هو بيكلمهم عن الطورة ده الكتاب اللي هم بيؤمنوا به ده الكتاب اللي موسى كتبه ده الكتابات اللي العهد القديم كتبها فيقولهم سمعتهم اما انه قيل بعدين هو جيبا قالهم ايه اما انا فاقول طب انت اصدك ان احنا نمشي القيل وقولك القديم والجديد قالهم لا انا جاي اقولكو على الاصدار الجديد من الاقوال هي دي نفس فكرة التلمزة والمسيحية انه انك تسيب القديم وتبدأ تتحرك بالجديد الذي يتجدد يوما فيوما انك تخلع من جهة الانسان العطيق انك تسيبه انك تتغير فيبدأ بقى مرة تانية الجديد ده تظهر ملامحه هياخد وقت بس هتظهر ملامحه ده اللي المسيح عمله قال لهم انسوا القديم تعالوا بالجديد قال لهم ايه من الان تصطادوا الناس هو صيد السمك وحش لا هو صيد السمك كويس بس انا عايز اخدكو المرحلة جديدة تنسوا فيها القديم مرحلة جديدة تنسوا فيها القديم وكأنه الرب عايز اقول له انه الهدف انك تكون معي او ان تكون وتيجي بعدها انه ارسلك لتكرز والكتاب كان مبهر الحقيقة انه قال للي يكون معه قبل ليرسله عادة بنشوف ان الخدمة ثم العلاقة مع الله والتواصل معاه لكن هو الله بيوضح لنا انه انا اكون معك وانت تكون معايا ثم تخدمني ان اكون ثم ان تفعل احنا ان تفعل وبعدها ان اكون فالكينون اهم من الخدمة وانا بشجع نفسي وبشجع كل حد بيشوفنا انه يبقى مهتم بالعلاقة مع الله بالتواصل مع الله بالقاعدة معاه اولا ثم الخدمة ثم الخدمة بمحبة وسط الناس وان اخدم الله في الناس طب يا سيس احنا بقى يعني تلت ساعة عشرين ديئة حلقتنا بتفوت بسرعة فعايز اتنقل بحضرتك في دور الروح الكدس في العملية وانا ماشي في رحلة التغيير ورحلة التأثير وفيها انا بسق فالله وبتشبه فيه دور الروح الكدس كمعين وكحافظ ليا انه اكمل الرحلة دي انت قلت كلمة قوية جدا جدا انه هو المعين بس انا بعمل حاجة مهمة عشان هو يعيني ويديني كل الامكانيات هي اني امكينه فالروح الكدس عايز اعملها في حياتي عايز يصنع التغيير في حياتي عايز يحولني الشخص نموذج لكني محتاج اني اتيح نفسي واسلم نفسي بالكامل ارطي افكاري انا هخلي الروح الكدس يفحصني طول الوقت ده دوره انه يفحص كل شيء حتى اعماق الله وانا كمان هسأل في صلاتي بطريقة عملية هو الروح الكدس هيعمل ايه وانا في الصلاة انا هسأل المعين البركليتوس ده اللي بيعضضني يعني بيشلني من تحت درعاتي من تحت العضد فبيشلني لما بقع وبيفكرني بكل كلمة بيفكرني بالكلمة بيفكرني بالايات بيفكرني انه ان سقطت اقوم هو على فكرة هو اللي بيدخل جوايا ويحطيلي الاية قدام عنايا فانا لازم ابقى مرتبط بالكلمة فلما اقع الروح الكدس يدخل يغوز جوايا ويطلع لي كلمة ربنا من جوايا ويحطيلي هذا الاعلان فيسندني ويرشدني ويشجعني يقف جنبي يفكرني يتصرف كل ما انا بمكنه اكتر كل ما بياخد المساحة انه يكون فاعلا في حياتي اكثر واعتقد تحدي كبير قرارات ارادية لكنها ستنتج نتيجة مبهرة انا اول واحد يبقى فرحان باللي بيحصل في حياتي بعد وقت يعني المرحلة الاولانية من التغيير ما بتبقاش سهلة اللي هو عارف لما حد يبقى عامل عملية بعد يومين ثلاثة من البنج اثار الجرح والجراحات والنومة على السرير بيبقى جسمك كده موجوع بيقولوا عليه بالبلد مململ لو انت مش قادر تيجي مين او شمال جسمك واجعك من النومة ومكان الجرح ومكان كذا بس بعدها مثلا باسبوع بعدها بعشر تيام لما تتعافى من اللي انت حصل مثلا لو انت شلت حتة كانت فيك ملتهبة او عملت جراحة يعني بطريقة ما لأي شيء ما انت تبدأ تشعر بالرضا الداخلي انك كنت متقلم قبلا من الانسان العتيق اللي بيطلعلك والنهاردة لما عملت جراحة استقصلت الجزء الفاسد ده جواك انت مرتاح تشعر بارتياح تشعر بهدوء ما بقاش عندك مخاوف انه يطلع عليك من اي وقت يخليك تقتل يعني بوليس ده قتل كان شاول رضيان بقتله بوليس بعد كده ما كانش عنده قزمة مش هيطل عليش قول الترسوسي من اي حتة من جوا يقول له اقتل الناس اللي حطوك في السجن دول اقتلهم ما استخدمش كده كان هي قدر يستخدم جنسيته الرومانية بس ما استخدمش يعني بعد كده اللي حصل فيه انه سابر روح القدس لا يقول لك ولا نفسي ثمينة عندي الموضوع بسيط خالص بس بوليس كان بيحب نفسه طبعا بوليس كان بيحب جدا ان المؤمنين في الزمن اللي احنا موجودين فيه هما مش فاهمين ان هما موجودين فين بالزبط ادي تايف الحياة لكن بوليس بقى بكل اللي بيعملوا ده كان مبسوط جدا بالحطة اللي هو موجود فيها وصيب الروح القدس يقوده عارف لما اقولك ان الروح القدس منعهم منعهم يعني كتفهم لا ما كتفهمش هما مش مرتاحين جواهم لان الروح القدس الحساسات الداخلية اللي عند بوليس تجاه الروح القدس حسى بالتراب ده كانوا عايزين يسفروا سفري الروح منعهم على العكس بوليس ده بقى كان طالع هيتبهدل وهيقيد وهيموت قال لهم انا طالع ليه لان الروح القدس زائقني صح فانا اشعر بقيادة داخل بهدوء وانا بتصرف في حياة اليومية اشعر بالقيادة للروح القدس لما بقى مزامن وقصة مزامنة دي بتنهي غالبا جزء كبير جدا جدا من ازامتنا انك تبص في الموبايل الموبايل ده واصل على الانترنت او على الشبكة بتاعته فاول ما تبص هتعرف في الساعة كان بالزبط فمش هتبقى حيران احنا صبح ولا ليل احنا فين بالزبط انا رحت علي نومة ولا انا صحيت في معادي ولا اول ما تبص في الموبايل هتعرف كل الاحداثيات انك صحيت في معاديك انك لسه ما تأخرتش على مواعيدك انك ما فتكش حاجة هذه المزامنة مع السما لو هقولي اسيس اهم فضيلة او سما للتلميذ تكون ايه اهم فضيلة او سما ينفع ناخدها كرحلة خلال العام الجاي نقول احنا عايزين السما دي تكون فينا او الفضيلة دي نتحلى بيها هروح لتيموساوس التانية اتنين وعدد تلاتة انا بحب تيموساوس وشايف بقى العلاقة بين بوليس وتيموساوس انه عايز تدي له اغلى ما عنده وعايزه بقى ابنه يعني بينصح ابنه فبيقوله بص بقى ابني يالي حب اشوفك احسن حاجة في الدنيا خد مني الكلمات الغالية دي يقوله ايه بقى فاشترك انت في احتمال المشاقات تيموساوس ايه اتنين اتنين مش فضل ثلاث فبيقوله ايه فاشترك انت في احتمال المشاقات كجندي صالح هو بوليس ايه اهو تيموساوس ما كانش داخل الجيش بس بيقوله بقى اسلك كجندي صالح ليسوع المسيح وبعدين ابتدى يقوله ايه فكر كويس في اعطة السياغ ليس احد وهو يتجند يرتبك باعمال انت متلغبط ليه منضبط تكتسب عداد جديدة وطوبة المال الطفل بصحة متأخر في حياتي انا متعود اعمل اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه بدون انضباط لا خالص تمشيش انت محتاج تكتسب صفات جديدة وطباعة جديدة وعدات جديدة توضح انك تلميذ فهو بقى بيقوله اشترك في احتمال المشاقات خلي عندك عايز اقول ايه مبادئ انك تغير حياتك موافق انك تغير حياتك لدرجة انك تعتبر نفسك جندي ففي حالة انداء للحرب انت مش مشغول ايه اللي بيحصل وايه اللي هيحصل وانا بربي ولادي وبدور على كاريري وبدور على مستقبلي انا كويس ان اعمل ده بس مش ابقى مشغول فيه فييجي علي العدو اللي هو غير الاعداء الخارجين العدو الداخلي اللي تكلم عنه الكتاب اللي هو يعني 24 ساعة 7 يام في الاسبوع شغال اصد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه انا طول الوقت هو عايز يبتلعني طول الوقت عايز يجري وراي يكلني وانا كتلميذ فهو بقى عمال يقول له ايه نوع الحياة الجديدة ديها تيموساوس عشان تحياها بكل بركتها بكل بركتها الاية رقم 6 انا مش جايبها لكن الاية رقم 6 بيقول له ايه ان اللي هيتعب هيشترك اولا في الاثمار لو انت عايز البركات بقى يا تيموساوس لازم تعيش الحياة بالشكل الاولاني صح فعلا اندباط اه طبعا فلو انت عايز تتبارك اوي 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 بقى وربنا يباركك ويبارك كل اللي بتعمله اديك يبارك شغلك يبارك بيتك يبارك حياتك فانت عليك انك تكون منضبط منضبط تحي حياة الجندية بتضيعش وقتك في حاجات كتيرة انت افروض ما تضيعش وقتك فيها صح احنا قلنا للشخص اللي مش عارف الصورة قلنا عنها كتير اوي في حلقتنا صورة المسيح تشبه بي اللي مش عارف الصورة قلنا عنها حاجة كتيرة لكن اللي مش شايف الصورة اللي اللي بيتغير بس مش شايف تغيير اللي بيتغير ومش شايف تغيير هو بس محتاج مرة تانية يرجع عايز اقول يزبط عايز اقول افكاره يمسح ندارته عشان يبدأ يشوف مرة تانية الصورة بوضوح الصورة واضحة جدا في كلمة ربنا النماذج كتيرة جدا 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 مش بس في كلمة ربنا في عبرانين 12 بيقول كده اذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا فين سحابت الشهود الخدام والقادة اللي موجودين حوالينا اللي فعلا عاملين تأثير الناس اللي بيغدمون حقيقة واحنا قادرين يشوف في حاجاتهم حياة حياة الناس اللي بنرتاح لما بنقعد معاهم بلاش كده في ناس لما تقابلهم تقول ان انا قابلت المسيح انا شعرت براحة وحضور الهي لما قعدت مع فلان انا كنت داخل متمرد جدا بس لما دخلت هديت تبقى داخل وقت اجتماع تحس ان الرب بيكلمك دي ناس ربنا شغال انا يا ربنا شغال فيهم في قائد تسبيح وقائد عبادة اول ما يبدأ يعزف تستقبل الحضور اللي ده راجل قاعد على رجله وعلى ركبه وبيقدم عبادة وسجود فيه سحابة شهود مقدارها زي انت ايضا مدعو انك تكون واحد بارس في سحابة الشهود دي فمرة تانية فكر انك جزء منها ولما اندارتك كويس زي ما بقول عشان الدبابية اللي في حياتك دي تتشال احنا بقى اربع دقايق من حلقتنا الجميلة دي مدرين او الوقت فات تأثير التلمز على الكنيسة عايز اختم بامرين مهمين الامر الاولين عايزين نحك فيه في دقايق وبعدين هنصلي مع اخواتنا مشاهدين احنا حكينا عنه مش عارف الصورة ومش شايفها وقونا عنها لكن عايزين ناخد بعض الخطوات انه ازاي اعيد سياغة مفاهيم الحياة اعيد سياغة نظريتي للخدمة اعيد سياغة علاقاتي كيف اعيد سياغة حياتي ومفاهيمي وراء وقلم بقى وكتب كده لحياتك اللي بتعمله يعني يعني دايما عندي كام جملة في دماغي دايما حفزهم على مدار الخمستاشر عشرين سنة اللي قضيتهم مع الرب انه عندي مبادئ في حياتي انا كاتبها ربنا مفاهمها لي فلما بحس ان انا متلخبط مرة تانية ربنا بيرجع يكلمني في الايات دي فيقول لي افتكر كويس الايات دي وافتكر كويس الايات دي وافتكر كويس الايات دي لما بفتكر الايات دي اللي ربنا كان بيشجعني بيها وبيفهمني بيها هو عايز مني ايه اكن بهدى من اللغبطة والتقبيط يمين وشمال هو انا مفروض اعمل الموضوع ده ولا اعمل الموضوع لا لا خالص اكنه مرة تانية بيحددلي ذهني وبيحدد حياتي فما بيخلنيش افضل تاية ودايخ في في حياتي في مشاغلي ففكرة اعادت الصياغة انه يبقى عندي عنوين واضحة لحياتي الشخصية هو يحطها لي بنحطها مع بعض يعني عنوين واضحة ممسوكة ومكتوبة وقاعد قدامه وانا فاهم هو عايز مني ايه اتنين عشان يحصل تغيير بقى ونلاقي نتيجة كويسة انا محتاج ابقى موجود في جسد مهمة في امثال 27-17 بيقول كلام قوي جدا بيقولي بقى الحديد بالحديد يحد والانسان يحدد وجه صاحبه فانا مش هتغير غير لما احتكب الاخرين احنا فاهمين ان الاحتكاج ده بلاش منه الاحتكاج ده بيشكل وجهنا فانا على طبيعتي لكن لما احتكب ناس انا بحب اقول الكلام زي ما هو بس لما بحتكب ناس وبحس ان طبيعتي دي جارحة للناس هرجع ورا شوية وحافظ جدا على الفاظي وكلماتي وتوضوعي وكلامي انه يبقى مملح بملح كلامي يبقى مريح وبلسم والاخرين ايضا لما بشوف ان حد بيجرحني بكلمة بتصرف اكيد انا مش هروح اجرح حد بكلمة لان انا اتجرحت في فالحديد بالحديد يحدد انا بقى اشكل الاخرين فانا محتاج نمرة واحد زي ما قلنا اتنين وجد في مجموعة تلاتة اقبل المحاسبية على حياتي حد يقول لي انت كويس انت ملغبط يبقى عندي قوت يبقى عندي راعي حد يرعاني احكي معاه وحكي معاه بمفتاح اقول له انا ملغبط ولا انا ماشي كويس ولا انا خرابت الدنيا ولا يشجعني يخبط على كتفي زي يوحنى بيكلم تلاميذ وبيقولهم انا ما عنديش حاجة تخليني افرح اكتر من نسمع ان ولادي بيسلكه بالحق فيشجعني ويقف في جنبي ويعضدني ولما اتلغبط هرجع له ومش هتخض فيه ويجري يدور علي لما يلاقيني دول فهسمح له بالتشجيع وكمان هسمح له بالمحاسبية احنا عندنا حوالي 30 ثانية فنفسي نصلي مع اخواتنا المشاهدين في سويني بسيطها جدا ابي نختم حلقتنا تفضل كده بشكرك لانك تركت لنا مثالا بشكرك لانك ما سبتناش من غير شكل ولا هيئة لكن انت ظهرت قدمت لنا نموذج بشكرك عليه بشكرك لانه نموذج ملموس صالح ينفع نعيشه شكرك لأعمال اللي عملتها نعمالها واعظم منها يا رب اصلي لأجل اخواتي يا رب اصلي لأجل نفسي والأجل اخوية ديفيد وكل اللي معنا في الستوديو بيشاهدونا يا رب عايزين يا رب هذا نموذج يطلع في حياتنا يا رب يكون موجود يا رب مؤثر في حياتنا يا رب اسألك في اسم يسوع المسيح انه 2024 دي يا رب نرى تلميذ يا رب مبهرين يا رب بيعكسوا صورتك في اسم يسوع المسيح اسألك انك تعيد سياغة ازهان الكثيرين يا رب تعيد تفكيرهم مرة تانية ناحية قيمة الحياة ناحية قيمة انفسهم يقبلوا انفسهم يسعوا لأجل التغيير يبقى عندهم قيمة وهدف غالي وقيم سامية في حياتهم في اسم يسوع المسيح بحطهم اسدق يا رب انه ده زمن لافتقاد يا رب مؤمنين كتير عشان تصنع منهم تلميذ يبهروا ويفتنوا المسكونة في اسم المسيح يا سوع امين باشكر رب جدا استسل اجل وجودك باكنا جدا من الوقت واصل رب يستخدمك ويقودك في كل مكان باشكر رب جدا اجلوك اخواتي المشاهدين لما تمعتكم لنا باستمرار وبصالي الرب يستخدمكم خلال هذا الاسبوع لتكونوا ساب بركة وفعالين ومؤسرين في مجتمعاتكم وفي علاقاتكم بتقابل اسبوع الجاي من مرنامج من جوة لبرة الرب معك ترجمة نانسي قنقر